أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية تحفيز الاستثمار في مجال توطين التكنولوجيا الخاصة بتصنيع الرقائق الإلكترونية نظراً لكونه مجالاً مهماً تعتمد عليه العديد من الصناعات الحيوية وخلال اجتماعاً بشأن تشكيل المجلس الوطني لتوطين التكنولوجيا الخاصة بتصنيع الرقائق الإلكترونية أشار مدبولي إلى أهمية خلق البيئة الملائمة لتلك الصناعة مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية المتوافرة في هذا المجال هذا ووجه مدبولي بوضع خطة مقترحة بخطوات تنفيذية محددة حول كيفية التحرك في هذا الصدد تمهيداً لعرضها على المجلس الوطني لتوطين التكنولوجيا الخاصة بتصنيع الرقائق الإلكترونية عند تشكيله مؤكداً أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لوضع تلك الخطة مع الاستفادة من إمكانيات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في هذا الشأن ترجمة نانسي قنقر